السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدنا مع الحلقة الـ 14 من مسلسل بتلوع الروح بدأت الحلقة بفلاش باك عمر وقف روح في الجامعة وقال لها عايزك في موضوع قلت له خير قال لها أنا بحبك قعدت تضحك وقالت له أنا أسفى معلش أقرم مستنيني وثبت ومشيت في الوقت ده عمر قعد يعيط وبعد ما اتحكم على الروح أن هي تبقى سابية لعمر خدها وروح بيها بيته وكانت تعبنة جدا وخدها ونزلها من العربية ودخلها شقة وقعد جنبها قالت له أنا عطش هنا قام عشان يجيب لها مية وخد حباية وبعد كده جاب لها المية وطبعا الروح كانت ميتة من العطش بعد كده عمر قعد جنبها وقعد يقول لها أنا بحبك وانت الوحيدة اللي حبتك في العالم أنا تعرض علي بنات كتير جدا وأجمل منك بس ما كنتش عايزهم وعايزك انت وقعد يقول لها تاريخ واحد بس هو دي كنت فاكره بعد ما دفنت كل حاجة في مصر التاريخ ده يوم ما جيت أقول لك أنا بحبك وانت دحكت علي كررت أن يكون أهم واحد في العالم وكل الناس تعرفني الأمير عمر أمير الدولة الإسلامية في الرقة اسمي يرعب وروح كنستمع الكلام ده وعن ما دا تعيط وقعد عمر يقول لها من اليوم ده كررت اللي أنا زلك واجيبك هنا بأي طريقة وعرفك أنا مين زي ما زلتيني لما قلتلك بحبك ولو كان ده آخر يوم في عمري ولسه جاي يقرب منها قامت غارة جوية وضربت بيت عمر الانفجار كان قوي جدا عمر تصاب ووقع عليه حاجة ما بقاش قادر يتحرك ولا يقوم من مكانه أما روح فقدرت تهرب عمر قاعد ينادي عليها طبعا ما رددش عليه بس كلا سلكي وقال لهم أنا في البيت أي حد يجيلي مش عارف أتحرك أما أكرم فكانوا خلاص جهزوا حاجتهم وخدوا في العربية الأكل وكل حاجة هم عايزينها أكرم قال لهم هناخد الدكتور والولد نوصله على طريقنا قالوا له انت عايزهم يعرفوا مكاننا فين وراحوا ضربوهم بالنار أكرم بقى حي الجن وقعد يزعق لهم قالوا له لازم قلبك يكون قوي وقالوا له دي الفتحوا للأمريكان القرية بتاعتهم ويستهلوا لهم يموتوا وركبوا العربية ومشوا وبعد الدرب ما بقى في كل حتة في الرقة أم جهاد جهزت الحريمة اللي عندها وقالت القناصات يقفوا هنا ولا لابسين حزام ناسف يقفوا هنا وكانت بتنظمهم عشان الدرب لما يحصل وقعدت تشتم في الأقراض وفي الأمريكان لأن الأمريكان عاملين غطاء جوي للأقراض وشكلهم نويين يبيدوا الرقة الدرب أصبح في كل مكان والكوات البرية داخلت الرقة ووصل عدد كبير من الكوات البرية عندهم جهاد وسبتوهم وعايزين يضربوهم واحدة من القناصة ضربت واحدة من اللابسة حزام ناسف وقتلوا عدد كبير جدا من الأقراض أما روح فكانت لسه بتجري في الشارع والضرب حواليها من كل مكان مجموعة من الرجالة راحوا عند عمر البيت وأنقذوه وعالجوه وخدوا معاهم في العربية عمر طبعا كان متضايق جدا من اللي حصل وخصوصا لما روح هربت منه أما روح وصلت عند أم سعود ولقت سيف عندها وخدته في حضنها وبعد كده أم سعود قالت لروح أنا بجهز للهروب من الرقة وبجهز لك تغربي معانا وفعلا خرجوا عشان يقابلوا الراجل اللي هيهربهم ودفعت له الفلوس لها والروح والسيف وقال لهم إنه حيجيب أسرة تانية يخدها معاهم عشان يهربوا وكمان قال لهم محدش يناقشني ولا يسألني في أي حاجة وانا الوحيد اللي عارف مصلحة المجموعة وكان من ضمن اللي هيهربوا الصحفي اللي سوى الروع ولما شافها قاعد يبصلها لأنه عرفها وقائد المجموعة خدهم ومشاهم في أماكن وحشة وكلها ميتين في الشارع وسيف كان خايف جدا وهم قاعدت تقول له بص الفوق ومش لازم توصل للأرض واتطمن طول ما انت مع مامي وفضلوا ماشين وقام الدرب عليهم بمساود الصابت وقعت على الأرض روح حاول تنقذها لكن المجموعة اللي معاها قالوا لها يلا لأن الدرب هيوصل لها وبعد كده وصلوا مكان يستخبوا فيه لغية ما يتحركوا وقاعدت تتكلم هي والصحفي وقال لها أنه صحفي لبناني ودي شغلته وأنه مش متجوز ولا مخلف لأن الصحفي اللي زيه ما يقدرش يتجاوز وقال لها أنه هو صورها يوم ما القاء اتخذها وانتهت الحلقة على كده وانتهت الحلق وانتهت الحلق